أهدنا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير وأسعد الله ليلتكم كل أحبائنا في كل محافظات مصر والوطن العربي أنتم على موعد مع برنامجكم الذي يتجدد فيه اللقاء حوار هادف حوار هادف لأنه حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل وأيضا يكون معي على مدار الساعة زميلي نصار محمد أهلا نصار أهلا بك دكتور محمد أعزنا المشاهدين دمتم بوافر الصحة والعافية وأهلا بكم معنا في برنامجكم حوار هادف بنقدم لكم في أولى فقراتنا بعد الأخبار الخفيفة وبعد كده ننطلق لفقراتنا مع ضيوفنا الكرام في حوار هادف والنهاردة هنتكلم في موضوع يهمكم جدا لأنه يهم صحتنا وهنشوف العلاقة بين اللياقة البدانية المستمرة وهوس عمليات التجميل فتبقونا عشان هناخد معلومات كتير تهم جمالنا وصحتنا طبعا عزنا المشاهدين شهر أكتوبر شهر مليء بالاحتفالات مليء بالانتصارات مليء بالمناسبات حقا إنه شهر عظيم يكفينا فيه إنه هو فيه يوم النصر والكرامة يوم العزة يوم نصر أكتوبر 6 أكتوبر اللي حيوافق يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله 16-20-20 على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما يشاء أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء بحبها وهي ملك الأرض شرء وغرب من 1973 ميلادية مصر في حالة عبور خاص عبور للأزمات والتحديات في هذه الذكرى التي يحتفل بها المصريون في هذا الشهر هي الذكرى 47 السالس من أكتوبر يحتفل المصريون بنصر العزة والكرامة نصر أكتوبر المجيد الذي وصفها المؤرخون أنها الحرب الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية لقدرتها على قلب موازين القوة وإبهار العالم كله بعد أن جمع خبراءه العسكريون استحالة العبور تلك الحرب التي اجتمعت فيها الروح القتالية والديبلوماسية الرائعة التي خاضت حربا لا تقل أهمية عن الحروب التي خاضتها العسكرية حيث في نصر العزة والكرامة نجحت مصر في استرداد آخر شبر من الأراضي المصرية ورفرف العالم المصري عليها لنسبة عدة نجاحات وقف التاريخ معظما أمامها وتحقق إنجازات شارك فيها الجميع عسكريون ومدنيون ووصلت لجميع طبقات الشعب المصري كفة واكتسب دا من نصر أكتوبر حاجات كتير زي ما قال زميل نصار اللي كان من أبرزها الشعب وقوة المسلحة إيد وحدة تحطيم أسطورة إسرائيل استرداد روح العزة المفاوضات هي الحل التضامن العربي تعمير أرض الفيروز وعودة الملاحة وتحريك قضايا المنطقة مشاهدين الكرام شهر عشر زي بقولنا مليء جدا بالاحتفالات في يوم خمسة عشر عشرين عشرين يوم الاتنين حيوافق عيد المعلم نظرا للمسئولية الكبيرة التي يحملها المعلمون على عاتقهم والدور الذي يلعبونه في العملية التعليمية والتربوية بالمدارس قررت منظمة اليونسكو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من 1994 بتخصيص يوم 5 أكتوبر تشرين الأول من كل عام هو يوم عيد المعلم هنيئا لكل المعلمين في مصر والوطن العربي وفي العالم هنيئا لكل المعلمين بهذه المنزلة الرفيعة إن الله وملكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر لا يصلون على معلم الناس الخير لابد أن نحتفي بالمعلمين ودورهم الكبير وتكرمهم ورعايتهم وأن نهدف للإشادة بدورهم وأن نتمنى حدوث طفرة بالتعليم في مصر قريبا لن نكون إلا بالمعلمين وسيكون موضوع الاحتفال هذا العام 2020 المعلمون القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل لقد زيبا بيقول نصار المعلمون القيادة في أوقات الأزمات لما جات جائحة كورونا كوفية 19 لتزيد حجم الصعوبات التي تعاني منها النظم التعليمية المجهدة أصلا في العالم وليست هناك مبلغة في القول إن العالم يقف عند مفترق طرق علينا أن نعمل الآن وأكثر من أي وقت مضى مع المعلمين لحماية الحق في التعليم وتطبيقه في ظل الظروف الجديدة التي فرضتها هذه الجائحة كورونا وأن الدور القيادي الذي اطلع به المعلمون عند التصدي للأزمة لم يكن مناسبا فحسب وإنما كان حاسما أيضا من ناحية الإسهامات التي قدمها المعلمون زي ما شفنا المعلمين في فتح المدارس وضمان صد الثغرات التعليمية والتعليم عن بعد والأولاين ودعم الفئات الضعيفة زي ما شفنا كل المعلمين والمدرسين ووطنيتهم في مراقبة التحانات الثانوية العامة والديبلومات وانتحانات السنوات الأخيرة من الجامعات بحق هؤلاء المعلمون يستهلوا التكريم والتقدير وكل الوفاء لهم وكل الاحترام لهم بداية العام الدراسي الجديد بسبب هذه الأزمة التي تأخر وحيوافق إن شاء الله بدايته 17 أكتوبر 2020 كل عام وكل الآباء وكل أولياء الأمور والطلبة بألف خير وإن يكون يا رب عام سعيد في 2 أكتوبر من كل عام تحتفل الأمم المتحدة بيوم لا للعنف وهذا اليوم يوافق يومنا هذا ودائما لا للعنف لا للعنف ضد الشعوب لا للعنف ضد أطفال لا للعنف ضد المرأة لا للعنف الأسري في حوارنا دائما لا للعنف في الأقوال والأفعال نعم للسلام نعم للتسامح نعم للتسامح ولا للعنف نقولها ضد الشعوب ضد الطفل ضد المرأة من حوار هادف لأنه هذا اليوم لا للعنف اليوم العالمي الذي تحتفل بلؤم المتحدة أيضا يوافق اليوم الجمعة 2 أكتوبر ونعود أيضا إلى المعلم قم للمعلم يوفيه التبجيلة كذا المعلم أن يكون رسوله رسالة الخير في كل مكان المعلمون 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 معي الآن على الهاتف مداخلة هاتفية ومعي الأستاذ معي الآن مداخلة هاتفية معي الآن مداخلة هاتفية الأستاذ أحمد القزاز مدير المدرسة الرسمية المتميزة للغات بأبو حمص أهلا وبك أستاذ أحمد وأنت مدير للمدرسة ومعلم أهلا بك أهلا بك أولا دكتور محمد ومسهل خلاليك وعلى جميع المشاهدين وعلى صد نصار وكل فن طيب معنا الشباب الأستاذ أحمد أهلا وسهلا أستاذ أحمد الأزاز مدير المدرسة الرسمية المتميزة للغات في أبو حمص أهلا بك في حوار هاتف وأنت سمعنا الآن والمعلمون القيادة في وقت الأزمات أهلا أهلا أستاذ أحمد أهلا أستاذ أحمد نعم يوم المعلم اللي وافق يوم 15 ويجب أن نحتفي بالمعلم طوال السنة أكيدا وشكرا للامتة الجميلة دي من القناة والبرنامج يا أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرك تولي في عيد المعلم وشعار المعلم الآن وفي وسط جائحة كورونا وأن القيادة وقت الأزمات طبعا والله هو شعار جميل جدا شعار أن المعلمون هم القيادة نعم وقت الأزمات نعم يعني هل نقدر أستاذ أحمد وأنت موجود معانا فرصة أن الآن التواصل عبعد والتعليم عن طريق الأونلاين ده هيكون تغيير مصار للتعليم للأفضل إنت شايف إيه يعني هل فعلا الأزمة هي اللي بتحتم علينا كده ولا ده أفضل والطالب حيروح للأنشطة فقط يعني إنت شايف الموضوع يروح فيه والله صور هو طبعا استخدام المنصات التعليمية حاجة جميلة جدا تمام بس مع وجود المعلم ده رأي الشخصي لازم وجود المعلم برضه لأن المعلم هو اللي بتابع ولازم وجهة لوجهه مع المعلم إلى جانب التعلم عن برض إذن المعلم موجود صح في المدرسة لازم عن المعلم طبع تمام حضرتك بداية العام الدراسي 17 أكتوبر أيضا في هذا الشهر وتأخر العام الدراسي بسبب هذه الجائحة وهذه الأزمة أيها طبعا استعدادات المدرسة عندكم واستعدادات الإدارة التعليمية وإدارة التعليم في البحيرة وفابو حمو طبعا فيه استعدادات خصوة طبعا أولا من بزر أن احنا حددنا أيام للطالة رافي يومين وفيه يوم أسالات على حسب المدارس وطبعا فيه قياس حرارة لكل داخلين المدرسة من طلاب وأولئ أمورهم ومعلمين ممتاز بعد كده طبعا انتزام بلبس الكمانات استخدام المعقنات استخدام البيتول استخدام المنظفات طبعا بيه حاجة أساسية يا أستاذ أحمد هاي فان هيبقى فيه بعد في الدسك المكان اللي هيود عليه أو لا؟ يعني فيه تباعد هيبقى فيه تباعد بين الطلبة هيبقى فيه تباعد بين الطلبة في الفصل عشرين طالب الفصل عشرين طالب في مترو ونص بين طالب وطالب وأي عراس تظهر على أي طالب سوف يتم تجهيز حجرة للعب والكشف عليه ومعرفة السبب بسألو عندي سكنية حاجة نتأكد لو فيه حاجة مثلا لقدر كورونا تم عزله ومخاطبة أهله وعزله في البيت ومتابعتهم من الإدارة التعليمية والمدرسة ربنا يحفظ يا رب إن شاء الله كل الصلاة والتلاميذ في جميع مدارسهم وفي عبدالي العام الدراسي يا رب يحفظ مطر وشعبها وجيشها والدينة كلها إن شاء الله تكون خير إن شاء الله وانا هنيك بالعام الدراسي الجديد إن شاء الله أنا أخيرا بس تطلب إيه في يوم المعلم تكريم المعلم انت عاوزه إزاي تكريم المعلم مفروض يكون إزاي آخر حاجة آخر حاجة بس تكريم المعلم تكريم المعلم محتاج إيه المعلم عشان فعلا يحس إن هو متكرم أنا كمعلم تكريمي لما أشوف طلابي وصلين لأعلى المستويات التعليمية لما أشوف طالب عندي ده دكتور بقى مهندس بقى معلم دي قموا متل تكريم بالنسباني لأن يسلم عليا يقول إزاي كنت إذا أنا تحصتك تأستاذي وقتلوقتي وصلت في أي إضافة أو أي حاجة عاوز تقولها أستاذ أحمد القزاز لا ألك شكرا لكم وشكرا لحضرتكم أنتم مهتمين بالمعلم اللي هو الحمد لله يعني المفروض يبقى الاهتمام به أكثر من كدر إن شاء الله الحمد لله التالي الرئيس عبنا إن فيه اهتمام بالمعلم هذا العام إن شاء الله نتمنى ذلك إن شاء الله شكرا أستاذ أحمد القزاز مدير المدرسة الرسمية المتميزة للغاية في أبو حمص تحياتنا وتقديرنا لك ولنعلم أن بالمعلم سوف تكون الانطلاقة في مصر لطفرة تعليمية كبيرة نتمنى إن شاء الله أن يكون عيد المعلم هو هذا العام 2020 وذلك بتزاد في وقت هذه الأزمة وأن يكون المعلم منارة كبيرة لطفرة تعليمية كبرى ولا ننسى أيضا في هذا اليوم وعيد المعلم يوم 15 أن أبعت أسماءات التهاني والتبركات لوالدي والدي هو المعلم والقائد الذي علمنا كثيرا والذي أخرج أجيالا وأجيالا بتعليمه وبمدرسته التربوية والتعليمية كل التحيات والتقدير لك في يوم عيد المعلم ولكل المعلمين ولكل المدرسين ومعلمين الذين علمونا والذين أعطونا الكلمات والتعليم الصحيح الصحة أم الجمال وما المخاطر الصحية للسعي وراء الجمال وهوس عمليات التجميل المستمرة في الأوين الأخيرة وهل الرياضة تحتاج لمدرب مثل الطبيب يدرس حالة المتدرب الطبيعية لاستفادة القصوة ده طبعا اللي قاله النصار حيكون عنوان فقرتنا القادمة لكن قبل الفقرة بنقول أخبار برضو سريعة أن اتحاد المهن الطبية يقرر إعفاء أسر شهداء كورونا من دفع اشتراك مشروع العلاج السنوي أعلن الدكتور حسين عبدالهادي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية في مصر أن مجلس الاتحاد والذي يقرر أربع نقابات الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة وطباء الأسنان أقرر وقرر إعفاء أسر شهداء كورونا من دفع اشتراك العلاج السنوي والذي مقرر له فتح باب الاشتراك مبل عضاء النقابات الأربع أول أكتوبر أمس 11-2020 حفظ الله كل أطباء مصر جميعا من هذا الوباء وأسرهم أخيرا في آخر فقراتنا لا أنس أيضا التهنئة يوم 16 هو ميلاد عزيز عليه الطفلة السعيدة بنتي ليلى وهنيها بعيد ميلادها السعيد كل سنة وهي طيبة وبخير وصحة وسعادة إلى الأفضل دائما والله يحفظك يا ليلة دوما أيضا ما ننساش أخيرا بس ده تأديرا لإعلامي الزميل من فريق الإعداد الأستاذ محمد فايز بيهني بمناسبة حفل الزواج لشقيقي أحمد بكري عزمي ألف مبروك للعروسين ودائما في حياة هنية سعيدة مشاهدين الكرام انتهت أخبار يعني فقرة أخبارنا اللي إن شاء الله بنوعدكم في الحلقات الجاد ما حيكون فيها كرياتيفيت يكون أخبار مليئة بتشويق لكم لكل ما تنتظروه من فائدة وننتقل إلى فاصل ثم نعود مع ضيوفنا في الفقرة عن الصحة واللياقة البدنية المستمرة وهوس عمليات التجميل المنتشر في الأوين الأخيرة ترجمة نانسي قنقر